رحب قادة دول مجموعة السابع بالدور الذي لعبتهم مصر وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سكان قطاع غزة ودورها في الإفراج عن المحتجزين جاء ذلك في بيان المشترك أعقب اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السابع ونشره المقع الرسمي للحكومة البريطانية وأكد البيان الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر الحاحن لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأن قادة المجموعة يشجعون المزيد من الهدن الإنسانية لتحقيق ذلك كما أعرب البيان عن شعور قادة مجموعة السابع بقلق عميق إذا التأثير المدمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فعلية لمنع نزوح المزيد من الأشخاص وحماية البنية التحتية المدنية وبدل كل جهد ممكن لضمان استمرار المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين كما أدان البيان تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين الأمر الذي يقود الأمن والاستقرار في الضفة الغربية